اشتركوا في القناة شاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المشهد السوداني الذي نناقش فيه الواقع بكل تفاصيله ونسلط الضوء على أبرز أحداثه في حلقة اليوم نفتح ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني ويسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة دكتور حسن سلمان الأكاديمي والبحث المتخصص في الشأن الأفريقي أهلا بكم دكتور حسن أهلا وسهلا ومرحب بالمشاهدين في بداية هذه الحلقة لعلنا نشاهد معا التقرير التالي الخرطوم عاصمة اللاءة الثلاث لا صلحة لا اعترافة ولا تفاوضة مع الكيان الصهيوني قبل أن يعود الحق إلى أهله لكنها لم تعود كأمسها ففي الثالثين من فبراير الماضي من العام الحالي تناقلت وسائل إعلام خبر لقاء سري جمع رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح برهان برئيس حكومة الكيان الصهيوني نتنياهو في أوغندا اللقاء دامزها أساعتين مع الشرات السرية لكن نتنياهو فضح البرهان وأعلن أن هدف اللقاء بدء حوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين اللقاء أثار سخطا واسعا بين جميع فئة الشعب السوداني الأمر الذي اضطر البرهان لإصدار بيان مقتضب عقب اجتماع مشترك لمجلسي السيارة والوزراء قال فيه أنه التقى نتنياهو من موقع مسؤوليته بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب في حين يرى المراقبون أن لقاء البرهان ونتنياهو يماهل الطريقة لفتح مجال التدخل الصهيوني في سياسة السودان الداخلية والخارجية وجعله حجر شطرنج في رقعة السياسة الإسرائيلية إلى ذلك كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي لكهين اليوم الأحد أن الكيان الصهيوني والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام بينهما ونقلت هيئة البث في الكيان الصهيوني عن الوزير قوله إنه يتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريبا وربما قبل نهاية العام الحالي وأوضحت الهيئة أن الاتصالات بين الكيان الصهيوني والخرطوم مستمرة كما أن بعثات من كلا الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق على غرار الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب الذي أعلن عنه الأسبوع المنصرم والذي اعتبرته تل أبيب خطوة تاريخية ومنذ استقلال السودان لم تنشأ أي علاقات ثنائية بين تل أبيب والخرطوم بل على العكس شارك السودان في الحروب التي شهرتها المنطقة العربية ضد الكيان الصهيوني كما احتضن السودان قمة اللاءة الثلاثة المعروفة بقمة الخرطوم في 29 من أغسطس آب عام 1967 وبحسب المراقبين فإنه حتى لو نجحت الخرطوم في تحسين علاقتها مع تل أبيب على المستوى السياسي فإن ذلك لن يؤدي إلى تحسن على المستوى الشعبي فالبوصلة واضحة لا صلحة ولا اعتراف ولا تفاوضة مع العدو الصهيوني قبل أن يعود الحق لأصحابه نعم إذن نبدأ بما ختم به هذا التقرير هذا التحول في الموقف الاستراتيجي في الخرطوم من أن تكون الخرطوم هي عاصمة اللاءات الثلاث إلى يعني عاصمة يتحدث إلي كوهين بأنها ربما تصل إلى تطبيع كامل مع الكيان الصهيوني حتى قبل نهاية هذا العام ما تعليقكم على هذا الأمر؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عموما تأتي هذه اللحظة التي نعيشها في هذه الأيام بعد عمل ضخم جدا تم في المنطقة العربية من تفكيك وتفتيت وضرب وما يمكن أن نسميها على قل بحالة من التفكيك الاستراتيجي للمنطقة وضرب مينياتها وضرب شعوبها وإدخالها على قل في حالة من الاحتراب ثم يقطع قطاع واسع جدا من الأنظمة العربية وإدخالها تحت الأجندة الغربية بشكل واضح وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بحيث صرنا الآن أمام مشهد عربي على الأقل جزء كبير منه يتحرك بشكل واضح باعتباره جزء من هذه المنظومة وليس منفصلا عنها وبالتالي كثيرا ما يخدم هذه الأجندة أكثر من ما يخدم الأجندة العربية ولكن إذا جئنا إلى السودان أيضا تم خلال فترة طويلة جدا العمل على ضرب السودان وتفكيكه وإشغالها أيضا بنفسه وإدخاله في حروب طويلة جدا إلى ما وصل إليه من تقسيمه تقريبا ما بين الشمال وجنوب ثم أيضا إدخال السودان الشمالي نفسه في حالة من الاحتراب الداخلي من خلال حالة دارفور إلى أن وصل السودان وفق ما يسميه بعض الخبراء السودانيين أمثال الخبير الاستراتيجي الدكتور حسين سليمان أبو صالح يقول بأننا دخلنا الآن في مرحلة الابتزاز الاستراتيجي يعني تقريبا السودان الآن في أضعف أحواله وفي حالة الضعف دائما ما نأتي إلى محطات الابتزاز ومحطات على الأقل مدى الخيوط ومحاولة التركيع حتى يوقع الأقل السودان على فيبدو الآن السودان لا ينظر كثيرا إلى هموم الآخرين وإلى هموم المنطقة من حوله وخاصة من المنطقة العربية ولكنه عاد الآن مشغولا بمعركة الوجود وهكذا يظن بأن هذه المعركة معركة الوجود ذاتها بدلا أن تدار بحالة على الأقل من التماسك الداخلي والتنازلات الداخلية ومحاولة التوافق الداخلي وبناء نظام سياسي قوي للأسف الشديد صارت المنظومة السودانية الآن ترتمي في الخارج تقدم مزيد من التنازلات للخارج تظن بذلك بأنها ستخرج على الأقل من عنق الزجاجة الذي داخلت فيها هذا الذي تحدث عنه نتنياهو حتى في التعليق قبل أيضا قال يعني كانت العلاقة مع السودان تعتبر مثل الحلم وهذا من كان يظن أنها سوف تتحقق وقد تحققت بلقاء مع البرهان يعني إلى أي حد أو إلى أي أشياء سيهدف إليها التطبيع ما بين الكيان الصهيوني وما بين السودان حقيقة كيان الصهيوني له في كل دولة خدف معين أو مجموعة أهداف دعنا نقول مجموعة أهداف فهو المجموعة الأفريقية على الأقل في فترة من الفترات كان يستهدفها على الأقل الاعتبارات السياسية باعتبار أن المجموعة الأفريقية في الأمم المتحدة كانت تشكل على الأقل نسبة معتبرة أكثر من خمسين دولة فكان دائما في هاجس في الأمم المتحدة أن تقف هذه الكتلة وخاصة في فترة استينات كانت تأثير المصري عليها بشكل كبير جدا فكانت تشكل بنسبة له هاجس فكان المحاولات الاختراق للمنظومة الأفريقية والمجموعة الأفريقية من زاوية على الأقل سياسية ومحاولة على الأقل الظهور بمظهر الحارة الطبيعية في المنطقة وأن إسرائيل يتعامل معها الأفارقة وكذا لكن الآن في الحالة السودانية هناك شيء آخر هناك رمزية ظلت تشكلها الحكومة السودانية دعني أقول إلى سقوط البشير يعني إلى سقوط البشير لم يحصل تنازل على الأقل من القضية الفلسطينية بما هي عليه الآن في الواقع السوداني يعني لم يكن هناك يعني دعني أقول على الأقل في الإطار الرسمي لم يكن هناك من يقول بأنه والله نحن بصدد إقامة علاقات مع إسرائيل أو بصدد فتح قنوات تواصل مع إسرائيل إلى على الأقل أن سقط النظام السابق فكانت إسرائيل يبدو أنها تنظر إلى دولة لا آت الثلاثة هذه الخرطومة التي تمثل رمزية الشموخ إن جاز التعبير أن نقول كانت تمثل رمزية الشموخ في زمن الانكسار هذه الدولة يجب أيضا الآن أن يسحب منها البصاد وأن تتلاشى فكرة المقاومة بأي شكل أشكال وفكرة أن يوم من الأيام مسلت الخرطوم محور من محاور المقاومة ومحور من محاور الصنود على الأقل العربي في مواجهة إسرائيل يبدو إسرائيل تريد أن تكسر فقط إذن هو فقط كسر للرمزية لكن ليس له ما بعده حتما سيقول له ما بعده لكن هذه واحدة من القضايا في التطبيع يعني عشان يتخيل المشاهد يعني ما الذي سيحصل في السودان بعد التطبيع يعني هل هو مقتصر فقط على فتح السفارات تبادل يعني مسفراء وكده لا كده ولا في حاجة تانية لا هو بطبيعة الحال إسرائيل إذا دخلت أي منطقة أو تدخلها بمنطقة الاستفادة العقل اليهودي إذا قرأنا القرآن الكريم يعلمنا كيف يفكر هذا العقل عقل انتهازي عقل مصلحي عقل منفعي عقل لا وفاء له عقل يقوم على الغدر يعني لك أن تتصور العقلية اليهودية في كل المواقع التي دخلت إليها فهي عندما تدخل إلى بلد من البلدان تدخل بمنطقة المصلحة المادية المنفعة التفكيك لهذا البلد الذي تدخل فيه السيطرة عليه تغيير النفسية على الأقل كسر نفسية الحاجزة الموجودة الآن لدى المسلمين من قضية اليهود وعداوتهم وظلمهم للشعب الفلسطيني سيطرتهم على المسجد الأقصى فأنت يعني يتم على الأقل نوع من التضليل الكامل وأنت تتعامل مع المكون أو مع الدولة يعني أنا لكاسة السؤال بشكل أكثر تفصيلا هل التطبيع سيتوقف عند الجانب السياسي أم أن هناك اشتراطات ستفرض على السودان بموجب التطبيع في صعيد المناهج في صعيد العلاقات حتى مع الدول الأخرى على صعيد المقيمين في داخل السودان على صعيد حركة المواطنين آراءهم دعنا الآن نفرق ما بين أمرين بين أن دولة من الدول تقيم حال الصلح بعيدا عن التطبيع أو حالة هدنة بعيدا عن التطبيع وما بين أن تدخل مباشرة إلى محطات التطبيع يعني ما يجري الآن هو قفز إلى الحالات النهائية يعني كان الناس يمكن تناقش في فترة من فترات حول قضية الهدنة قضية الصلح من إسرائيل قضية الاعتراف بإقامة الدولتين لكن كانت أصلا قضية التطبيع بشكل عام هي محل إشكال لأنها تتعلق بالمناهج تتعلق بالثقافة تتعلق بالأفكار تتعلق بالجانب النفسي في التعامل مع هؤلاء اليهود إلى غير ذلك طيب لكن هي علجوها كيف إذا كانت آية القرآن أصلا بتتكلم عن اليهود يعني والشعب السوداني هو شعب مسلم في النهاية نعم لا هم تجرؤوا كثيرا وهناك الآن لجان المناهج في دول أصعب من السودان حتى يعني دعنا نكون واضحين الدخل المنطقة الخليجية مثلا ولجان المناهج بدأت تتكلم حول آيات اليهود والحاجزة التي تضعه هذه الآيات فإذا كان على الأقل دول مثل الدول الخليجية التي هي صرفة تقريبا دول مئة في المئة مسلمة وليس فيها إشكال أصلا إذا كان تم الدخول في المناهج ليتم تغييرها وتبديلها وتصويرها على الأقل أنه كل ما يؤدي إلى مشكلة مع الطرف اليهود يجب أن لا يدخل في مناهج الأطفال والبنية الثقافية والبنية التعليمية للأطفال فما بالك في السودان يعني أهم اشتراط في التطبيع أن يكون هناك أن تجعل الوضع الطبيعي بينك وبينما ليس أصلا وضعه طبيعي معك هل العلاقة مع الكيانة الصهيوني التوتر فيها كان هو السبب في فرض عقوبات أو إشكالات اقتصادية لأن بعض الناس يعني يتوقع هكذا يعني نقول لك إحنا عشان الحركة دي سببنا كل الضيق الاقتصادي الموجود لا ليس صحيحا ليس صحيحا يعني قضية العلاقات السودانية على الأقل منذ البداية هي لم تكن أصلا قائمة والسودان ظل كما ذكرنا في أكثر من حلقة مشكلته كانت مع الولايات المتحدة أكثر بما تكون مشكلته أصلا مع اليهود والأمر الثاني وهنا مسألة مهمة جدا نلاحظ بأن اليهود ليس هناك ما يمكن أن يؤثر به بتأثير مباشر إلا ما نتصوره من أن تأثيرهم هو عبر الكبار يعني تأثيرهم عبر الاتحاد الأوروبي تأثيرهم عبر الولايات المتحدة الأمريكية والصورة التي يحملها أولا حالا الصورة النمطية التي يحملها لا سفى الشديد كثير من النخب العربية تصورون بأن الحل يكمن في أنك إذا أردت أن تحل مشكلتك مع الولايات المتحدة الأمريكية فعليك أن تمر بالبوابة اليهودية فهم على الأقل البوابة التي تستطيع أن تملك مفاتيح الحل عند الإدارة الأمريكية وهذه المسألة على كل ليست على إطلاقها ليست كما يتصور بأن والله كأنما الولايات المتحدة يعني يتم تحريكها لا هي بالعكس الإدارة الأمريكية هي تحرك في نهاية المطاف كل الأدوات وفي نهاية المطاف جهاز وظيفة علاقة لكن كل الناس تعرف يعني بيقول لك أنه الكيان الصهيوني في النهاية هو يتحكم في السياسة الخارجية الأمريكية يعني بيقول لك يتحكم لكن يعني أنت الآن بتذكر أنه لا أمريكا هي التي تتحكم هو للأسف الشديد أحيانا كثيرا ما يتم علينا ضخائي جدا لدرجة أنك تضع العرب أمام الحصار الكيان الصهيوني كيان وظيفي يعني يقوم بأدوار وظيفية لجهة أكبر منه من وضع هذا الكيان هو المنظومة الصليبية أو الحملة الصليبية التي قيدت في فترة من فترات تحت الاتحاد الأوروبي أو ما كانت تعلق المجموعة الأوروبية ثم ورثت هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية من بريطانيا وبالتالي الذين صنعوا الكيان لا يمكن أن نتصور بأنه والله هذا الكيان المصنوع هو الذي يتحكم في صانعه يعني هذا منطق ليس وبالتالي النفوذ الصهيوني حدوده شنوه؟ النفوذ الصهيوني حدوده حدوده تأثير على مصالحه هو أيوة يعني يسعى إلى أن يؤثر في الولايات المتحدة عبر اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة بما يخدم على الأقل الأجندة مصلحة الكيان الصهيوني بمعنى أنت لو أدت الكيان الصهيوني الدائر منك تنتفي العلاقة الحاجة لأمريكا تنتفي الحاجة لأمريكا طبيعة الحال طيب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان هي حجة يقدمها الساسة والمهرولون نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني بأنه دخلنا للتطبيع حتى تنحل المشكلة هذه وأيضا يرفع اسمنا من قائمة الإرهاب هل تتوقعون أن يحقق التطبيع هذا الهدف للسودان؟ للأسف الشديد الحالة في التعامل مع الكيان الصهيوني هي أشبه ما يكون بذلك الرجل الذي يتحرك في صحراء وعطشان وأمامه سراب كل ما اقترب منه يظنه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا يعني طريقة التعامل مع الكيان الصهيوني هذه ومع الإدارة الأمريكية أيضا بهذه الصورة الأسف الشديد لو أن فقط الحكومة السودانية دعني حتى لا أوسع الدائرة الحكومة السودانية الحالية لو استفادت فقط من تجربة العشرين سنة الماضية كيف تعاملت الإدارة الأمريكية مع حكومة البشير وكيف كانت على الأقل تبتز النظام وتحاول أن تستفيد أكبر فائدة منه لكن دون أن تقدم له شيء والسبب في ذلك أنهم لا يعرفون الأسف الشديد أو لم يكونوا يدركوا لم يكونوا يدركوا طبيعة الرؤية الأمريكية أصلا للدول الكبيرة في المنطقة العربية وكيف أو ماذا تريد لها الإدارة الأمريكية هل تريد فعلا أنظمة قوية هل تريد أنظمة تتطور شعوبها تحكم الشعوب نفسها بنفسها تستفيد هذه الشعوب من مواردها أم أن المراد ليس كذلك بقدر ما هم يتعاملون معنا بأن هذه المنطقة كلها المنطقة العربية على وجه التحديد وديار المسلمين هي مناطق الموارد بكل ما تعال الكلمة يعني يمكن 75% من الطاقة في العالم تتواجد في هذه المنطقة وبالتالي هم لا يريدون بأي شكل من الأشكال لهذه المنطقة أن تنهض ولا لشعوبها أن تحل مشاكلها وبالتالي كلما حاولنا أن نحل معهم قضية إلا وأوجدوا لنا قضية أخرى وهذا المسلسل في تقديره لا ينتهي حتى لو تصور الآن صانع القرار في السودان بأن التطبيع مع إسرائيل سيحل مشكلته مع الولايات المتحدة الأمريكية فإن ذلك نوع من السراب ونوع من الوهم ولا أتصور أن الأمور تعالج بهذه الصورة نعم علاقة السودان بالكيانة الصهيوني يعني على مرة تاريخ كانت فيها يعني مواقف لكن نستحضر في هذا دخول جعفر نيميري على هذا الخطوة ترحيل عملية موسى الشهيرة التي كان فيها ترحيل لأعداد من يهود الفلاشة هل كانت لهذه العملية مثلاً تحقيق انفراجات لنظام نيميري في وقتها حتى نستحضر ذاكرة السياسية نعم للأسف الشديد يعني دائماً صانع القرار السياسي في السودان كلما مر بورطة وحالة اختناق يفكر بأنه ربما الحل في منطقة ما وتكون المنطقة هذه منطقة الحث والموت فتصور بأن جعفر نيميري في أيامه الأخيرة تصور بأن هذه الحالة ربما تحدث له على الأقل نوع من المعالجة الاقتصادية نوع من المعالجة أيضاً السياسية لكن للأسف الشديد اللحظة التي دخل فيها في هذا الملف كانت نهاية وسقوط تقريباً جعفر نيميري فلم تكن في أي لحظة من اللحظات هل استفادت سودان في وقتها من العملية كلها؟ لا استفد شيء بالعكس تشوهت سمعته وأسيئة إليه ونظر إليه على الأقل كثير من العرب بأنه على خلاف ما كان عليه الوضع يعني إذا كنت أنت في 67 تعتبر رائد المقاومة والمواجهة وصاحب آت الثلاثة في الخرطوم فإذا بعد فترة تقريباً يتم النظام وبطريقة طبعاً قرص حتى يعني كانت عارة حتى على كثير من السودانيين وهم ينظرون إلى رئيس على الأقل دولتهم يدخل في حالة أشبه ما تكون بحالة إصابات المافيا يعني تقوم ليس دولة على الأقل لها مؤسساتها ولها احترامها ولها على الأقل علاقاتها المميزة مع الفلسطينيين إذا بهم يدخلوا في حالة لم تكن أصلاً مقبولة فكانت مرفوضة وربما هذه واحدة من القضايا التي أدت في نهاة المطاف بسقوط نيميري وفي نهاية الكامل الصهيون يرأى نيميري يسقط ولم يعبده طبيعي صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية حينما تكلمت عن اللقاء الذي جرى في عنتيبي ما بين البرهان وما بين نتنياهو يتكلموا عن أن الحكاية تمت بوساطة إماراتية البعض يسأل يعني يقول ما هي مصلحة الإمارات في هذه الوساطة طبعاً هذا السؤال لو قيل قبل ثلاثة أيام أو أربعة أيام له وجاء الآن وضحت الصورة للإمارات الآن تتحرك باعتبارها جزء من الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة فكل الأدوار التي كنا على الأقل كثير من الناس يتساءلون ما الذي تقوم به الإمارات ما هذا الفجور حيثما وجدت مثلاً مجموعة من المسلمين في مكان ما إلا وهي ضدهم حتى الهندوس يعني حتى المسلمين في مواجهاتهم للهندوس وقفت معهم تقريباً وقفت مع الهندوس في الصين وقفت ضد المسلمين في تركستان الشرقية في أفريقيا الوسطى وقفت ضد المسلمين فكثير من الناس كانت تتساءل ما هذا الأخطبوط يعني هذا الحجم الذي تقوم به الآن أدركت الناس على الأقل بأن كل ما كانت تقوم به الدولة هذه اللي هي المسمى الإمارات ما هي إلا عبارة عن أداء وظيفية كانت تؤدي أدوار مرسومة لها وجاء الوقت الآن إلى أن يتحول ما يمكن أن نسميه خطوبة أو يسميه البعض صفاحاً إلى أن يكون الآن نكاحاً معلناً وأمراً مكشوفاً للناس حتى يكون على الأقل يهلك من هلك عن بينا ويحيى من حيى عن بينا فالإمارات طبيعية أن تتدخل وخصوصاً في الآن الأخير هي ذو تحكين في مشهد السوداني نريد أن نأخذ من زاوية أخرى هل كانت الإمارات تستهدف أن تجعل السودان كبشة فداء بحيث يحصل اللقاء ما بين نتنياهو ليكسر هذا الحاجز ويتحمل وزره السودان على كل وارد وارد يعني على الأقل هي تحرق مراكب غيرها ثم تأتي بعد ذلك وتلمس أيضاً ردة الفعل إذا كانت هذه الدولة التي كانت على رأسها حركة إسلامية ولا زال على الأقل فيه هناك نفوذ وحضور إسلامي في السودان بشكل كبير والنفسية السودانية تقريباً لا تتقبل هذا الوضع والخرطوم هي صاحبة اللاءات الثلاث كما ذلك كل ذلك إذا كان والله يتم تقريباً بين عشية وضوح هذا التحول بمئة وتمانين درجة تقريباً ليجلس على الأقل البرهام مع رئيس الوزراء فهذه طبعاً نقلة كبيرة جداً عن المستوى النفسي ولا شك نحن علينا أن نتصور بأننا كما تدار علينا المعارك السياسية والعسكرية فهنا هناك أيضاً تدار ضدنا معارك نفسية وحتى يتم على الأقل هذا التغيير في النفسية المسلمة وزي الاستخبارات الإسرائيلية إليكوهين تحدث عن أن التطبيع ممكن يتم إلى قبل نهاية العام السؤال من هو المستفيد الأكبر من هذا التطبيع بين السودان وككيان الصحيوني؟ حالياً على الأقل كل أشكال التطبيع في الوقت الراهن على الأقل تخدم طرفين ليس هناك طرف ثالث في تقريري الطرف الأول تقريباً الولايات المتحدة الأمريكية ترام على وجه التحديد قبل الانتخابات يجب على الأقل أن يكون هناك جملة من المكتسبات التي يصورها للناخب الأمريكي بأنه استطاع على الأقل أن يروض كل الخصوم الذين كانوا يشكلون تهديداً للكيان الصحيوني هذه مسألة مهمة جداً هناك أيضاً مشكلة يمر بها نتنياهو خلال فترة الماضية تجيء ثلاث انتخابات ومهما مستقبل تقريباً مرت بأكداء وهو لا زال على الأقل يواجه إشكالات قضائية إشكالات فساد غيرها وبالتالي أيضاً كان بحاجة إلى هذا القربان الذي على الأقل يصوره بأنه استطاع أن يحقق إنجازات لم يستطع أن يحققها غيره فيما يتعلق بحاجز على الأقل كسر حاجز التطبيع مع عدد من الدول العربية فيه مؤخراً مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل كان زار السودان هل تأتي هذه الزيارة ضمن هذه الترتيبات التي تحدث عنها حتى إليكوهين قال في لقاءات وفي أشياء ورسائل متبادلة خلال هذه الفترة على كوني قد يكون ذلك وارد وإن كان حسب علمي بأن الآن المصريين بشكل كبير منشغلين بقضية السد ومحاولين على الأقل أن يلمن من الأطراف بهذا الاتجاه ولكن يبدو أيضاً قد يكون جزء من القربان الذي يمكن أن يقدم أن السودان مثلاً يمر عبر البوابة المصرية حتى على الأقل يكون لذلك نوع من الضغط أيضاً على الحالة الأثيوبية وهذه طبعاً بطبيعة الحلقة تكون موجودة يعني يمكن للمصريين أن يقوموا بأدوار يقدموا فيها السودان قرباناً في سبيل على الأقل أن تقوم إسرائيل أيضاً بالضغط على الولايات المتحدة فيما يتعلق بسد النهضة على الأقل حتى يتم نوع من التحجيم للحالة الأثيوبية هذه كلها على كل في إطار العمل الأمني والمخابرات واردة نعم يعني الكيان الصهيوني وصف هذه الخطوة مع السلامي أنها خطوة تاريخية وأشبه بتحقيق حلم كما قال نتنياهو هذا التوصيف الكبير الذي يتحدث عنه الكيان الصهيوني هل هناك مغزى يعني فعلاً هدف استراتيجي أو غنيمة استراتيجية أساسية للتطبيع مع السودان؟ على كل أنت عندما يكون هناك على الأقل اتجاه أو دولة من الدول تشكل بالنسبة لك هاجس وتشكل بالنسبة لك على الأقل نوع من الفوبيا بأي شكل أشكال وكانت تتصور على الأقل وكانت تصور السودان إسرائيل كانت خلال فترة الماضية في عهد البشير على وجه التحديد كانت تصور بأنه هو المعبر وهو المكان الذي يتم من خلاله على الأقل تمرير السلاح إلى قزة وتواجه إسرائيل من هذا الساحل البحري السوداني يعني كان هناك جملة من القضايا على الأقل تصورها للمواطن الإسرائيلي بأن السودان يشكل بالنسبة لها مشكلة وأن هناك على الأقل نفسية داعمة لحركة حماس في القطاع إلى غير ذلك فلما أنت تكسر هذا الحاجز وتصل معه إلى تسوية فمعنا ذلك أنت استطعت أن تضمن السواحل البحرية القرب البحر والبحر الأحمر من الصومال جنوبا إلى مصر شمالا فأنت على الأقل في هذا السواحل كلها تعتبر الآن آمن يعني طيب بعض من الموجودين في سودان بيقول يعني كثير من الدول العربية أو حتى الدول الأفريقية هي لها علاقات مع الكيان الصهيوني وبالتالي ما المانع في أن السودان يسير في نفس الاتجاه على كل أنت حاولت أن تتعلل بعض الدول التي كانت في يوم من الأيام تسمي نفسها دول المواجهة وفي ظل الإنكسار والإنبطاح العربي صارت تسمي نفسها دول الطوق هذه الدول على الأقل كانت تعلل بأنها ليست بحاجة الآن إلى نوع من التوتر وهي بحاجة في ظل الضعف العام للعرب بحاجة إلى نوع من السلام بحاجة لون الصلح لكن كثير من الدول التي هي خارج هذا الطوق ما كان الشارع العربي أصلا يحس بأنه والله هي بحاجة إلى أن تقدم علاقات مع إسرائيل لن تستفيد شيئا بقدر ما هي ستخدم على الأقل هذا الكيان ستخدمه اقتصاديا ستخدمه سياسيا ستخدمه أمنيا ستكون بالذات في الحالة السودانية هي حالة اختراق المنطقة على الأقل بالذات السودان وهو يعني يؤثر أفريقيا ويؤثر كذلك عربيا فليس الأمر يعني الأمر ليس سهلا خاصة عندما يتم الكسب في دولة مثل السودان وهي تصنف أيضا ضمن الدول اللي على الأقل تعتبر الدولة الكبيرة يعني عندما أنت يكون هذه كدولة فيها أربعين مليون شخص طبيعة الحال كقوة بشرية ليست كدولة مثلا فيها مليون أو مليونين شخص هذه أيضا واحدة من القضايا التي تضع لها اعتبار كبير إسرائيل خاصة تدرك بأن مناطق الثقل التي تخشى منها هي مناطق الثقل البشري في حالة امدلاع الحروف فإن الكتلة البشرية دائما تكون مؤسرة نعم بعض يتساءل يقول أليس من مصلحة الحكومة حالية وحكومة قحف بأن تقوم بهذه العلاقات لكسر العزلة الدولية المفهوضة على السودان على كل إن أنا الآن حقيقة الواحد ما يريد أن يعبر عن قناعاته هو لكن دعنا نقول بأنه نتكلم بمنطق سياسي قانون ليس من قناعاتنا أنا شخصيا طعم دينيا مقتنع بأن المسألة لا تجوز بأي شكل أشكال في هذه المرحلة التي نحن فيها والأمة تحت الاحتلال والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والقدس أيضا تحت الاحتلال لكن دعنا نقول هل الآن هذه الحكومة الانتقالية مفوضة في أن تدخل في هذه الملفات الكبيرة ذات البعد الاستراتيجي والعميق والمؤثر أم هذه قضية حقيقة يجب أن يكون فيها نوع من أن يظهر إليها كمنظور استراتيجي والذين يبتون فيها هم على الأقل من يظهر متخبين أو متخب الشعب على هذا الأمر النقطة الثانية هب أنك ما استطعت أن تجري الانتخابات أجري على الأقل حالة استفتاء في هذا الوضع مش مشكلة ما خلاص أنت الآن جاءت قحت لتقول بأننا والله نحن نعبر عن الحرية عن السلام عن العدالة عن أن الشعب السوداني يعبر على الأقل عن تطلعاته فلماذا لا تحدث في هذه القضايا الكبيرة مثل هذا النوع من العلاقات أقيم له على الأقل يمكن أن تقوم في بعض القضايا أحيانا حالة استفتاء لقضية معينة فأنا في تقديري ليست القضية الآن نحن والله قناعاتنا على الأقل كمراقبين ومحللين الوضع السياسي ولكن حتى من ناحية قانونية ومن ناحية دستورية هل فعلا هذه الحكومة الانتقالية تفوض في مثل هذه الملفات الخطيرة والتي تؤثر على لكن ممكن يقول زول الحكومة نفسها هي لم تبادر بهذا الأمر إنما بادر به رئيس المجلس السيادة يعني بالفتاح البرهان لا أنا عندي طرفين سواء يعني نحن الآن نتكلم عن شراكة ما بين المكون العسكري الحالة واحدة الحالة واحدة يعني لو نظرنا إلى المجلس العسكري قبل على الأقل الدخول مع هو حالة انقلابية على البشير حالة انقلابية استطاعت بعد ذلك أن ترسم وضعها وهذه تقريبا النظرة التي نظرت إليها الاتحاد الأفريقي حالة انقلابية أن الجيش تدقل في الحياة السياسية وأقصى الرئيس استفاد من الحراكة الشعبية استفاد من الحراكة وبعد ذلك الآن أنت صرت شريح الآن على الأقل الوضعية الدستورية التي تجعل الجيش هم يكونون على رأس السلطة مع المكون المدني هي الوسيقى الدستورية إذن أنت تكتسب شرائيتك من الوسيقى الدستورية هذه الوسيقى حددت مهام انتقالية محددة أي شكل ما أشكال الدخول في قضايا ذات بعد استراتيجي وخطيرة على الأقل على المستوى البعيد يجب أن لا تتدخل فيها الحكومات الانتقالية بأي شكل الأشكال اسمح لي أن أخذ عبر الهاتف من خرطوم محمد أبو زيد كروم نائب رئيس حزب ممبر السلام العادل أستاذ محمد مرحباك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد يعني أنتم في منبر السلام العادل أخرجتم بيان تنتقدون فيه تطبيع دولة الإمارات مع الكيان الصهيوني السؤال الليلة إحنا بخرج وزير استخباراتها الصهيوني يتكلم أن السودان ممكن ذاته يخش في موضوع التطبيع ده قبل نهاية العام ما موقفكم في حزب منبر السلام العادل؟ نعم نحن ننطلق من موضوع اخلاقي ومطبئي وموضوع عقلي في حاجة القضية المركزية القضية هي قمة الأمة قمة الإسانية والأمة العربية بالتاني موضوع موضوع وموضوع ثابت وقدنا كان منذ بداية الحاطات بطلغة والقرار الأمريكي الثاثة وكان بكيف تنظر الشيخ الآن ستريد المراحة الواضح لماذا أن يدرك المراحل المراحل وخطة المراحل التي تطبيع وهم يتعلق الإعلان العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصل هذا في فجانه والعفل أما في جاهزة الحصة عند السودان يأتي إلى هذه الحقوة فأنا أقول أن هذا ممكن بإحتوار أن السودان عاد ممكن به حكومة منتخباء تم تصوير لكيه لها أن تتخذت بهذه القرار بالتالي عن الأمر محكوما وغير محبولا حتى منتخبات المدينة التي توافق عليها شركة الحكومة السودان هذا في جانب الرسمي في جانب العام الشعبي أنا أعتقد أن الشعب السوداني بكل ألواني وكل تلكه وكل تلكهاني له وقت راضح من الفضيق السودية لبنى لك بل هذه الخطوة هي خطوة تكون جيدا نعم تحدثتم عن هذا الرفض الشعبي أستاذ محمد الآن أنتم في حزب منبر السلام العادل هل لكم من خطوات أو أشياء ستقومون بها ردا على هذه التصريحات نعم لكن المظلم الواضح هو النظر الراحل ونستخدم كل المسائل السبوكي لتنظر المنظرنا ونرغبنا لأيدي منحة من الاتجاه لغاية علاقات أو تطبيع أو تواصل بعد قيام المنظر هذا البنين من خطوة أحلاس بين تلك الأيدي من الخراش ونحن نسمع وعلى أولاني ليس أولاني على الإنبر السلام العالم بل أولاني على الشعب السداني لأن الموقف بكل اختلافات الشعب السداني نعم البرهان في وقت لقاءه مع نتنياهو قال بأن هذا اللقاء يأتي من منطلق المصالح الوطنية والحفاظ على أمن البلد أنتم كيف تردون على مثل هذه الإدعاءات؟ أنا لا أعلم أي مصلحة أو أي حدث أكبر أن نكون مازل أعلم اللقاء في هذا القوارب الذي تم وحتى هذا اللقاء تم بشد فري شكرا شكرا وينتظروا وينتظروا أصبح شكرا نعم إذن لن يفضي إلى شيء وسيرفضه هو الشعب السوداني أستاذ محمد ابو زيد كروم شكرا لك على هذه المدخلة دكتور يعني لكي نحلل الموقف بشكل أوسع هل التطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني سيعقبها انفراجة في الوضع الاقتصادي في السودان واستقرار واستكباب أمني مقارنة بالدول الأخرى يعني حقيقة لو أردنا أن نقارن مع بقية الدول كل الدول التي طبعت العلاقات أو أقامت علاقات حتى منذ فترات طويلة مع الكيان الصهيوني ليس هناك ما يبشر بأنه والله الكيان الصهيوني على الأقل يمكن أن يساهم معك في نهضة البلد أو تطويرها وخاصة الدول المركزية الدول التي تعتبر دول مركزية في العالم العربي ومنها السودان كواحد من الدول كما ذكرت له أهميتهم فمهما حاولت إسرائيل أن تتعامل مع الذين يطبعون معها والذين يقيمون معها العلاقات إلا أن المنظور الاستراتيجي لها لا يتغير لنكون أكثر تفصيلاً يعني هل هناك نماذج يمكن أن نسردها الآن للمشاهد؟ الكثير من النماذج حقيقة لو افترضنا مثلاً أو أمسكنا بالملف المصري واحد من فترة 79 تقريباً مصر في علاقات على الأقل ممتازة جداً مع الكيان الصهيوني ماذا استفادت مصر؟ شوف مصر في الستينات وشوف مصر اليوم في الألفية الثانية والثالثة فالإنهيار كبير جداً من نسبة الحالة المصرية فقدت مصر على الأقل تلك الرمزية التي كانت تتمتع بها في العالم العربي وفي الحالة الأفريقية كل ذلك والجنين المصري برضو انهار؟ حصل انهار بالعكس الآن الحالة المصرية معتمدة بشكل كبير على الدعومات الخليجية وعلى الدعم الأمريكي أيضاً وتعاني من أزمات اقتصادية كبيرة عندنا الحالة المجاورة للسودان وهي إيرتريا أسوأ دولة تقريباً في القرن الأفريقي اقتصادياً أمنياً سياسياً تعتبر هي دولة الآن تكون من أسوأ الدول على مستوى الاقتصاد فاشلة تماماً عندك إثيوبيا واحد من الدول في إيرتريا باعتبارها نموذج إيرتريا أيضاً فيها قاعدة عسكرية نعم هناك وجود إسرائيلي وهناك تبادل خبرات وهناك كثير من القضايا التي تعلق هل هناك رخاء اقتصادي في إيرتريا؟ ليس هناك لا رخاء اقتصادي ولا استقرار سياسي ولا على الأقل تطور بأي شكل الأشكال التطور عبارة عن دولة تقريباً تعيش في العصور الوسطى فلا يمكن أصلاً أن نعتبر العلاقات مع الكيان الصهيوني تقريباً تخدم وهذا نموذج أنا في تقديري النموذج على الأقل أكثر قرباً من السودان هم السودانيين الآن يعرفون تماماً طبيعة العلاقة الإسرائيلية مع إيرتريا ومع ذلك العلاقة إسرائيلية مع جنوب السودان أيضاً؟ العلاقات مع جنوب السودان العلاقات مع إثيوبيا علاقات قديمة جداً وحتى الطفرة التي حصلت في إثيوبيا أخيراً لا علاقة لها بمسألة إسرائيل وصلاً أو فصل العلاقات مع يوقن لا علاقات قديمة على علاقات مع تشاد قبل فترة أيضاً كان أقيمة علاقات لكن كل ذلك علاقات في غرب أفريقيا تقريباً امتدى لسنين وكل الذي نعرفه عن هذه العلاقات أنها هي علاقات لسرقة الموارد وأنك توجد على الأقل موطئ قدم للكيان الصهيوني في بلدك ثم بعد ذلك يبدأ هذا الكيان في كل أنماط الفساد من شراء القيادات من شراء المسؤولين من الاختراقات الأمنية من إغراق على الأقل الفاسدين في الدولة باستقطابهم يعني الشغل الأمني معروف طبعا عند الكيان الصهيوني وبالتالي للأسف الشديد يعني من يتصور بأن مشكلته الاقتصادية يمكن حلها بإقامة هذا النمط من أنماط العلاقات لا أتصور أن ذلك سيكون مفيدا وبالتالي ما يروج له إعلامية من أنه إذا أصلحنا العلاقات مع الكيان الصهيوني أمريكا سترضى والبلد يعيش نوع من الرخاء ليس له حقيقة بمثل هذه النماذج ليس صحيحا بل أنا ذكرت قبل كده أظن في واحدة من الحلقات إذا كان أصلا أنت مشكلتك مع أمريكا ليست مع أسرائي دع هذا الملف نفسه إحدى ملفات التفاوض مع أمريكا لماذا أنت تحاول مثلا أن تأتي بالأترك هذا الملف باعتباره واحد من الاشتراطات الولايات المتحدة يعني أنت عندما تقدمه على الأقل في إطار ملف التفاوض مع الولايات المتحدة حينها يمكن أن تقول والله أنا استطعت أن أدير ملفاتي مع الولايات المتحدة وتقدمت في ملفات لكن الآن كل ما تقدمه أنت بهذا النوع من الالتفافات لا أتصور أنه سيكون مؤثرا في الولايات المتحدة الأمريكية وهي كل يوم الآن نلاحظ الدارة الأمريكية لها ما يشغلها وعندها قضاياها حقيقة التي ربما هي كما ذكرنا أكثر مرة أن الملف السوداني قد يكون ليس ضمن الاهتمام المباشر الآن للدارة الأمريكية ومحال إلى دول إقليمية في المنطقة بشكل ربما يعني فيه لو كلاء آخرين محليين مع أن الموضوع ما مهم شديد لا هي هكذا يعني ما يشغل الآن ترامب الاتفافات حتى اليونان قال له أنا ما فاضل لكم حلوا قضيتكم على الأتراك اليونان اللي يشكلوا على الأقل في البحر المتوسط الآن مشكلة كبيرة بالنسبة لأمن المنطقة قال لهم حلوا المشكلة مع الأتراك فالآن ترامب عنده مشاكل كبيرة كبيرة وعنده مشكلات لها علاقة بحلفاء بالنسبة له كما هو الحال مع الوضع في السعودية فالملف السوداني بالنسبة له لا يشغل به يعني لا يشغل به نفسه في هذا الوقت متروك لتصرف الوكلاء تقريبا الوكلاء الإقليمي المحليين نعم نعم الآن البرهان قابل ناتينياهو لكن الناس بتتساءل ما هو الثمن الذي قبضه البرهان مقابل هذه المقابلة باعتبارها تنازل سياسي كبير يعني إلى هذه اللحظة ليس هناك ما يقدمه ولذلك يبدو لي مرة في واحدة من الحلقات عملناها لهذا الموضوع وذكرت بأن الجلسة جاءت في إطار سباق ما بين المؤسسة العسكرية وما بين المكون المدني كانت هكذا يعني عبارة أن المكون المدني يسعى إلى الاستنجاب بالمنظومة الدولية ومحاولة على الأقل كسب المنظومة الدولية من خلال الاستدعاء الذي قام به تقريبا رئيس الوزراء بالمقابل كانت المؤسسة العسكرية أيضا سبقت تقريبا رئيس الوزراء وحاولت أن تسجل كانت في هذا النطاق كنت أقول ربما ربما الآن على الأقل هذه خطوة وحصلت لو أن هناك الآن على الأقل تقييم حقيقي لهذا الوضع ما الذي يمكن أن نقول جنه السودان من هذا الوضع الذي نعرفه بأن على الأقل استطاعت إسرائيل أن تكسب في خط الطيران إلى الأمريكا الجنوبية اختصرت على الأقل المسافة تقريبا إلى الثلث تقريبا في الخط بإستفادة من أجواء السودانية لكن في مقابل ذلك ما الذي استفادته حتى من باب إنه والله مرت بالأجواء طيب هل هناك اتفاق حقيقي على الأقل استفاد منه السودان ماديا لنقول والله المرور بالأجواء نفسه ما الذي استفادته الحكومة السودانية لا شيء ما الخطوات التي قامت بها أيضا من باب والله الآن حكومة السودانية تقيس الوضع ما الذي قام به ناتنياهو خلال فترة الماضية في التأثير على الإدارة الأمريكية وكان يقال أهم قضية طراحها على الأقل البرهان أنه تدخلوا بشكل مباشر لنا في موضوع الإدارة الأمريكية طيب ما لاحظناه خلال الفترة الماضية أن الإدارة الأمريكية زاد السوءا بالعكس اضطر السودان يدفع تعويضات اضطر السودان يدفع تعويضات تبين بأن الوضع في السودان قير آمن وعليكم أن تضعوا وهكذا ثم بدل الآن وذير الخارجية الأمريكية بدل أن يساعد الإدارة الوضع في السودان برفع على الأقل اسم السودان من قائمة الإرهاب إذا به الآن يحاول أن يظهر قائمة من القوائم يقول بأن والله الإدارة الأمريكية تعلن قائمة شخصيات تعيق الحكومة السودانية طيب أكبر معيق الحكومة السودانية هو الإدارة الأمريكية بقوانينها ومحاصرتها للسودان وبالتالي ما تقوم به الإدارة الأمريكية في حقيقة الأمر هو محاولة لتصوير بأنها تقوم بأدوار لصالح السودان وتصور المطاوات السوداني وكأن هناك شخصيات في السودان معطلة كل هذا التقدم والتطور بينما أنت لم تقم بما يليك يعني أنت على الأقل وقم بما يليك أفتح على الأقل أرفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب أسمح للمنظمات الدولية بأنه لا تقرض السودان مثلا تساهم فيما يتعلق بقضية التنمية في السودان كل ذلك بعد ذلك على الأقل أن ما تقوم بإجراءات لها علاقة بمن يعيقون حركة الوضع الانتقالي حينها يكون الأمر مقبولا ولكن الأسف الشديد إدارة الأمريكية تقوم بما يمكن أن أسميه بحالة الإلهاء في الشارع السوداني مثل قضية المصارع الإسباني مع السور وأنك تخرج له قطعة بيضة فينشقل بها قطعة الحمراء وينهار قوة كلها ثم يصرعك في اللحظة الأخيرة التي يمكن أن يكون تنتهي فيها البعض يتساءل يقول بأن حكومة البشير كانت تتعاون مع الإدارة الأمريكية في قضية محاربة الإرهاب سلمت بعض المطلوبين سمحت للمحاققين الأمريكان من دخول السودان والتحقيق حتى مع مواطنين سودانين على الأراضي السودانية ولجأت إلى مفاوضات الجنوب وانفصل الجنوب كل هذا كان تحت عود أن العقوبات سترفع ولم يحصل شيء حتى كان يؤخذ على السياسة للنظام السابق بأنها سياسة غبية تقدم التنازل وتنتظر بعد ذلك من الطرف الآخر أن يقدم العطاء هل نشهد نحن استمرار نفس السياسة بأن البرهان قابل نتنياهو وبعد كده ينتظر ساكت بدون ما يحصل حاجة؟ نفس السياسة لم يتغير شيء في تغيير ليس هناك أي تغيير هل يسوق هذا أصلا في فهم السياسي أن أنا أقدم تنازل قبل ما أقبض الثمن؟ خطأ يعني أنت تصور هذا التنازل الكبير الذي قدمته الآن بإدارة الخرطوم يعني على الأقل أمام المواطن السوداني لو كان هناك نوع من قبض ثمن نقول والله باعوا دينهم بدنياهو تتفك الأزمة شوي على الأقل نقول والله باعوا دينهم بدنياهو لكن للأسف الشديد كما قال القائن يعني أخطر شيء أنك أنت والله نمزق ديننا بدنيا غيري أيه هذا الحاصل يعني أنت تمزق كل الأوراق ولا تمسك بشيء فالذي حصل الآن لو أن المواطن السوداني والله على الأقل شعر بأنه والله البرهان استطاع أن يفك الأزمة طيب ده غباء سياسي أم سذاجة أم هو أم هي عمالة أم خيانة أم شو يعني؟ والله هي للأسف الشديد نوع من البساطة في ما يتعلق بالتفكير الاستراتيجي لإدارة الدول أنك أنت تتعامل بريزقا اليوم باليوم وأنا أتصور لو أن المسألة علقى الطرحة على مستوى المشاورات الاستراتيجية كما يطرح دائماً أستاذنا الخبير سليان حسين سليان أبو صالح فيما أنه يقول المؤتمر الدستوري يجب أن يسبقه المؤتمر الاستراتيجي يعني القضايا الاستراتيجية لا تناقش بهذا الشكل ولا يتم إدارتها بهذا الشكل يعني يجب أن تعقد لها مؤتمرات عند قضايا متعلقة بالشأن الداخلي قضايا متعلقة بالاقتصاد قضايا متعلقة بالعلاقات الخارجية أجري على الأقل مؤتمرات مشاورات كبيرة أشرك فيها الخبراء السودانيين ثم بعد ذلك على الأقل أن تحاول أن تتبنى رؤيتهم حينها على الأقل والله تعذر والخبراء حينها يقولون نحن ساهمنا على الأقل بما ينقل السودان إلى حتى لو أنه والله هذا الأمر تم التوصل إليه على الأقل كرؤية سودانية يبقى على الأقل والله بقية الشعوب تستطيع أن تحترم هذه الرؤية لكن نحن ندرك الآن كل القوى السياسية السودانية الآن الموجودة تخرج بيانات وتستنكر وتدين والشارع السوداني يخرج في مظاهرات ويندب بهذه الحالة طيب من يتبنى هذه القضية التي تبنيتها؟ على أي أساس؟ يعني هل على أساس وسيقة دستورية؟ هل على أساس توافق بين المدنيين والعسكريين؟ حتى تنكر حصل إنت لاحظت يعني كيف أن رئيس الوزراء سكت تماما عن هذا الموضوع وقال ليس لي به ألمية فكل ذلك على كل يبين لك على أن طريقة إدارة الدول بهذا المنطق الذي هو أشبه بشأن الخاص كما أنك أنت تدير شأنا لك خاصا أسريا أو شأنا شخصيا لا يمكن أن يحقق في تقدير حالة انتقال على الأقل وإنقاذ المشكلة السودانية نعم بالنسبة للكيان الصحيوني هل ينتظر أيضا مصالح أخرى غير موضوع الأجواء وغير الثمن السياسي من السودان؟ طبعا السودان نحن دعنا نقول لولا أنه شغل بالحروب وأدري على الأقل أو أدخل في حالة الحصار وأشعلت فيه حروب لفترة طويلة جدا وحاول أن يحلق قضية الجنوب فتحت له قضية دارفور والأسف الشديد كان فيه بساطة شديدة جدا في التفكير في ذلك الوقت عندما كان يقال لهم بأن والله إذا مرت ملف الجنوب وجريتم تسوي في ملف الجنوب فإن هناك مجموعة من الملفات سيتم حلها في السودان ومنها حالة الانفراج في السودان الحالة الاقتصادية رفع اسم السودان من قائم الإرهاب كل ذلك قيلة أصلا في الفترة التي تم فيها قضية الجنوب هناك حقيقة موارد ضخمة جدا بالنسبة للسودان على مستوى اليورانيوم على مستوى البترول على مستوى أنواع المعادن المختلفة هناك كمية هائلة جدا من الأراضي الزراعية صالحة للإستصلاح وإسرائيل طبعا في هذا الموضوع على وجه التحديد فيما يتعلق بقضايا الزراع طبعا عندها خبرات كبيرة جدا فهي على كل الأنف تقديري عينها الآن على السودان في كيف يمكن أن تستفيد من هذا البلد أيضا إن أنت أمام أيضا حالة فيها تقريبا 40 مليون شخص وهذه أيضا ساحة للسوق أسواق الإسرائيلية إذا تمت على الأقل ففي نهاية المطاف لا أعتقد أنه هناك ما يمكن أن يقدمه السودان لإسرائيل في هذا التوقيت ما يتعلق على الأقل به أو ما تفيد به إسرائيل للحالة السودانية يعني إسرائيل ليس السوق بالنسبة لك لكن أنت بالنسبة لها بطبيعة الحال سوق وستستفيد الحالة الإسرائيلية النقطة الثانية ستعمل على حالة الاختراق كما ذكرت على الأقل التحكم في الدولة السودانية عن قرب وبدل أن كان عبر عملاء ووكلاء إذا دخلت على الأقل سفارة إلى الخرطوم فلك بعد ذلك أن تتصور كل ما يمكن أن تقوم به من عبث في أمن البلد ومصدراتها على الأقل في ظل دولة إلى هذه اللحظة غير مستقرة إشكالاتها القبلية إشكالاتها الجهوية نخبتها على الأقل إلى هذه اللحظة غير الناضية وغير المدركة لأبعاد المخاطر كل ذلك في تقديري يشكل ضمن المخاطر الكبيرة التي في هذا الوقت لو قيل لك أدخل إسرائيل في مثل هذه الأجواء لو كان أجوائك سليمة على الأقل ممكن تدرسها لكن في تقدير الوضع خطير جدا من نسبة لدخول إسرائيل عن المشهد السوداني وفي نفس الوقت أيضا ستدخل من خلال السودان إلى مجموعة دول ربما لم يكن لها فيها وجود وتستفي من السودان بأنها تكسر جزء من الحواجز دكتور التجربة الموريتانية في العلاقات مع الكيان الصهيوني هل يمكن البناء عليها وأخذها نموذجا يعني أنت لو قيل لك الآن والله الدول العربية أكثر دولة على الأقل تعيش حالا من المعاناة بالرغم أنها عندها موارد هائلة جدا الموريتانية عندها موارد ومع ذلك لم تستطع أن تستفيد شيء الدولة الموريتانية من علاقاتها مع إسرائيل بالأسف الشديد ويمكن أن نقول بأن حيث ما دخلت إسرائيل أيضا هي بشكل أو آخر كانت دائما خادمة للدكتاتوريات وقامعة للحريات ومساعدة دائما لحالات أن يكون هناك تعبير حقيقة عن نبض الشارع هذه إسرائيل لا يمكن أن تساوم في ذلك فإذا وصلت على الأقل مجموعة بتعبر عن نبض الشارع وتطلعات الشعوب في إسرائيل بكل بساطة تدخل عن طريق طيب إذا كان دعم ذات الثوريات معنا هذا مبرر لأي دكتاتور أنه يعمل علاقة معهم حتى يضمن موقعه في السلطة هي هكذا هي أنا المستغرب فيه أنه والله تفتح هذه العلاقات في السودان على وجه التحديد في أجواء تطالب بالحريات وتنادي بالديمقراطية والانفتاح وقيرة وأنت تلاحظ الآن إسرائيل حليفة تماما لمحور الشر الذي على الأقل يقمع الشعوب العربية لكن في مورتانيا هل استفاد حتى الدكتاتور من هذه العلاقات يعني؟ والله الدكتاتور أحيانا قد يستفيد لكن هي مشكلتها اللحظة التي تشعر فيها أن الدكتاتور سيطاح به تتخلى عنه ما عندها مشكلة لا تسند له أصلا لا تسند هذا الدكتاتور لأنها في نهاية المطاف تستفيد منك ما دمت قويا فإذا ضعفت يعني مثلا من كان يتصور بأن إسرائيل يمكن أن تتخلى عن حسن البارك لكن بين عشية وضحاها رأت بأن هناك حالة من القضب العام على الأقل اكتاح الحالة في مصر تخلت عنه تركته يسقط بس وأتت بغيره بعد ذلك تفكر في أنها كيف تأتي بغيره وأيضا في موريتانيا أيضا كان معاوية والد الطائع معاوية والد الطائع نعم وأيضا أطيح به بانقلاب عسكري دكتور يعني نحن في ختام هذه الحلقة يمكننا سأل سؤال بسيط يعني يزول السمواطن يسمع بيقول يا أخي البلد دي ضربوها عين ولا فيها سحر ولا الحاصل شنو يعني عمل ليها عمل يعني علاقة مع الكيان الصهيوني ما بتحلها زيح البشير ما بتتحل مشاكله يجيبوا حمدوك الوضع يزداد سوء يعني طيب ما هو المخرج للسودان على كل إن هو كما يقول القرآن ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم يعني الأصل أننا دائما نحيل مشكلاتنا إلى إلى دواخلنا إلى نفوسنا إلى مجتمعاتنا يعني أنت عندك مشكلة فيما يتعلق بالتعايش على مستوى المكونات حروب لا داعية لها تباقد وتحاسد محاولات استعلاء على بعض ضيه البعض محاولات تعطيل التنمية بحروب لا نهاية لها استثمار النخبة في هذه الحروب بشكل على الأقل يريح ضحاياها في نهاية المطافة الشعب البسيط فالشعوب حقيقة هنا كان عليها على الأقل أن تكون واعية ومدركة وتقوم بأدوارها فيما يتعلق على الأقل بالحكم على هذه النخبة التي هي تتصدر المشهد الآن في كل مواقع الحروب والآلة التي تطحن على الأقل هؤلاء وهذه النخبة نفسها التي هي أدوات في نهاية المطاف لغيرها فالنقطة الثانية مسألة الإنتاج والعمل ثقافة الإنتاج ثقافة العمل أيضا يعني التصور بأنه والله الآن قامت علاقات مع الآخرين ومجيء على الأقل الديون من الخارج هذا حل للاقتصاد السودان أيضا وهذا دوع من الوهم يعني أنت الآن مثلا تأتي قلب مليار مليارين مثلا إلى داخل الخزينة السودانية لا تسخر هذه المليارات لحالة إنتاج بحيث والله أنت تستخرج ما بداخل هذا البلد من موارد وتصدرها للخارج وتتحول على الأقل إلى حالة استثمارية لأسف الشديد كل الآن ما يهم الآن حمدوق وحكومتي هو مخصصات على الأقل الذين تم تقريبا رفع مخصصاتهم وأوجدت حالة التضخم والآن دخلت الناس في طباعة العملة واليوم وصل تقريبا الدولار إلى فهناك إشكالات كبيرة جدا فيما يتعلق بطبيعة إدارة الدولة وهيكلة الاتصاد السوداني وأيضا تقديم تنازلات حقيقية فيما يتعلق بحالة التوافق السياسي والتوافق العام في البلد بحيث والله أنت تقدم تجربة على الأقل تكون رائدة فيما يتعلق بالتعايش وفيما يتعلق بالانتقال السلمي إلى أن يصل الناس إن شاء الله إلى مرحلة يكون فيها الشعب السوداني قادرا على انتخاب قيادته وقادرا على بناء منظوماته وكل ذلك بعد أن تتفق على الأقل على كيفية إدارة البلد وليتك أيضا تدخل مثلا الناس في حالة من التشاور الدائم كل إقليم أجعله على الأقل يعيش حالة يعني يصبح الحل داخلي أترك الحل داخليا يعني الآن مشكلة الشرق السودان التي يحاول كل مرة يرسل لها مثلا سيارات الجيش يعني كان يمكن أن تحل بأفسط من ذلك كان يمكن أن تحل بأفسط من ذلك بحوار داخلي بحوار داخلي وليس الأمر ليس معقدا يعني الآن تصور قضية الولاة لو قلت والله يا أهل الشرق اجعل مؤتمر في برسودان مؤتمر في كسلة يحلوا مشاكلهم داخليا وقلهم والله قضية الوالي هي مسألة تعنيكم أنتم اختاروا لنا شخص من الثوار أنا متأكد أن المكونات هذه يمكن أن تصل إلى شخصية وعفقية لكن أنت تدخل عليها بإرادة فوقية وبشخصيات على الأقل أنت تتحسبها عليك ولا تنظر إلى الاختيارات الشعبية فكل ذلك في تقدير يعني نحن بحاجة حقيقة إلى أن نعمل المنهج القرآني فيما يتعلق بأمرهم شورى بينهم هذه قضية مهمة جدا وبالتالي حل إشكاليات السودان ليست في الخارج وإنما في الداخل نعم أنا أشكر لكم مشاركتكم في هذه الحلقة في اختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أسعدنا أن أذكركم بأننا نسعد باستقبال آرائكم ومقترحاتكم أسئلتكم استفساراتكم الفيديوهات التي تحبون أن تشاركوها معنا عبر الإيميل الظاهر على الشاشة أمامكم الملتقى في مشهد سوداني جديد أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة